الآلاف من العراقيين تحولوا إلى نازحين في بلدهم حيث خسروا أعمالهم وأموالهم وتركوا منازلهم بسبب اتساع رقعة الجفاف أعداد النازحين من مناطق الفرات الأوسط والجنوب أكبر بكثير من تلك المعلنة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بحسب نواب في البرلمان ومسؤولين محذرين من تداعيات أمنية خطيرة بسبب استمرار النزوح بعد تركهم أراضيهم الزراعية نتيجة للجفاف وبقائهم عاطلين عن العمل وهو ما حدا بالجمعيات الفلاحية لمطالبة الحكومة الحالية بالكف عن الإهمال والتحرك بسرعة لمساعدة النازحين في الحصول على عمل وإلى ركب المحافظات المنكوبة من جراء الجفاف انضمت حديثا محافظتا ديالا والقادسية بعد أن سجلتا أعلى معدل لجفاف الأراضي الزراعية وشح المياه بحسب مرصد العراق الأخضر المختص بشؤون البيئة ولا يتوقف خطر الجفاف على النزوح وزيادة البطالة والخسائر الاقتصادية في قطاع الزراعة بل يتعدى ذلك إلى تهديد الأمن والسلم المجتمعي بحسب الجهات الأمنية الحكومية حيث رجحت وقوع نزاعات عشائرية وأعمال عنف ما بين سكان المحافظات والنازحين الوافدين من المحافظات الأخرى وفي ضوء تلك المعطيات تشير تقارير مختصة بالبيئة إلى أن فصل الصيف القادم قد يكون الأسوأ بالنسبة للمزارعين وقد يجبر الجفاف المزيد من العائلات على النزوح ومواجهة مصير مجهول وتكشف بيانات للأمم المتحدة أن العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضررا من التغيرات المناخية على مستوى العالم ويأتي في المرتبة التاسعة والثلاثين بين الدول الأكثر إجهادا للمياه كما يواجه العراق مصيرا كارثيا من جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستوى ينذر باحتمال فقدان مياه الشرب من مصادرها الأساسية في ضوء خفاض المخزون المائي الاستراتيجي إلى 7 مليارات و 500 مليون متر مكعب فقط للمرة الأولى بتاريخ البلاد باعتراف وزارة الموارد المائية